يرفع العلم الوطني بمقر الأمان العامة للهكومة في أول يوم الاثنين من كل شهر من شهر السنة حيث أن رفع العلم هذه المرة له أهمية خاصة لأنه جاء بعد أيام فقط من الهجوم الإرهابي على قائدة لقوات العمل والدفاع ببل كرم بولاية البهيرة وعولن الهداد الوطني لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس العلم وفور وصول الوزيرة الأمين العام للهكومة المكلفة بتعزيز الثنائية اللغبية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد هتوان فقد حيت الجنود وجميع الموظفين الذين اصطفوا لاستقبالها ومن ثم فقد طلب مسؤول قسم الأمن بالأمان العام للهكومة الإذن من الوزيرة لرفع العلم فإن هذه العملية تسهم في تعزيز شعار الجمهورية وتولد مشاعر قوية لدى الهضور بهب الوطن وتعزيزي ومن ثم ألقت الوزيرة الأمين العام للهكومة رحمة محمد هتوان كلمة أشارت من خلاله بأن مراسم رفع العلم في المؤسسات مع بداية كل شهر يرمز إلى هب الوطن ودعت جميع المواطنين بالتضامن مع قواتنا البواسل لوضع حد للعمال الإرهابية مؤكدة في الوقت نفسه دعم مؤسساتها الثابتة لرئيس الجمهورية القائد العالى للقوات المسلحة الكادية والجيش في عملية هسكنيت لاستئصال هذه الجماعة الإرهابية وجلب العمن والاستقرار بمنطقة هورد بوهيركات وننوح بأن العمانة العامة للهكومة تنظم مثل هذه المراسم في أول من يوم الاثنين من كل شهر شكرا